إذن من المتوقع أن نعيش طقسا من عمق الربيع اعتبارا من مساء الأحد وحتى فجر الخميس وبناء عليه أنصح الأخوة المزارعين بالنصائح التالية أولا تكثيف عمليات مراقبة محاصيل الخضر ضد الإصابات الفطرية والتي تحفزها الأجواء الرطبة مع الأمطار المرتقبة ثانيا سيكون من المفيد إعطاء أول رية لبسات الزيتون هذا الأسبوع ثالثا رش بسات الفستق الحلبي بالمبيدات الفطرية المتخصصة بمكافحة التبقعات الفطرية وبالمبيدات الحشرية ضد حشرة البسل لأثيقات تنشط هذا الأسبوع رابعا أعود وأذكر بأن عنصر الكبريت هو عنصر مغذي مبيد فطري وطارد حشري لذا أنصح بضرورة رشه ورش الصيغة الميكرونية منه على مختلف محاصيل الخضر وأخص العنبة والبندرة الأخوة المتابعين بإمكانكم ترك استفساراتكم الزراعية أسفل النشرة لأقوم بالرد عليها تباعا أتمنى لكم متابعة طيبة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته